أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله ارتفعت درجات الحرارة نهاره هذا اليوم لكن يوم غدين السبت تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو وعلى خرائط الهطول لهذا المساء نلاحظ أن المملكة ستتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي يوم السبت وخاصة في فترة الظهر تبدأ في المناطق الجنوبية ثم بعد العصر والمساء والليل تمتد الهطولات لتشمل معظم مناطق المملكة كما هو واضح بهذا اللون الأزرق اللون الأزرق يمثل أماكن الهطول إن شاء الله السبب الليل وأيضا يوم الأحد تبقى الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من المطر وتضعف فرصة طول الأمطار لكن تبقى موجودة مساء يوم الأحد وحتى يوم الاثنين بإذن الله ويطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء باردة وأيضا غائمة جزئيا بغيوم متوسطة وعالية درجة الحرارة الصغرى المتوقعة سبع درجات مئوية الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم السبت أجواء غائمة أيضا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة تسقط زخات رعدية من المطر يصحبها أحيانا الآن برق والبرد والرعيد وأيضا درجة الحرارة العظمى بحدود 12 درجة مئوية وأيضا السبت ليلا تكون الأجواء غائمة وباردة وأيضا زخات متفرقة من المطر الصغرى المتوقعة 5 درجات يوم الأحد انخفاض آخر على درجات الحرارة أجواء باردة غائمة جزئيا تبقى الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من المطر أحيانا والعظمى المتوقعة 11 الأحد ليلا أجواء باردة غائمة جزئيا الصغرى المتوقعة 7 درجات مئوية تضعف فرصة هطول الأمطار لكن تبقى موجودة ليلة الأحد على الاثنين ويوم الاثنين يوم الاثنين أيضا أجواء باردة غائمة جزئيا وتضعف الفرصة الأمطار تدريجيا العظمى المتوقعة 12 والاثنين ليلا أجواء ما بين صافية وغائمة جزئيا وباردة والصغرى المتوقعة سبع درجات مئوية الأحوال الجوية المتوقعة في المدن المختلفة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة المناطق الشمالية أجواء غائمة يوم السب بإذن الله وتسقط زخات رعدية من المطر بعد العصر والمساء والليل وتكون درجات الحرارة بالشكل التالي إربد الصغرى 9 والعظمى 16 عجلون الصغرى 8 والعظمى 15 جرش الصغرى 9 والعظمى 16 المفرق الصغرى 7 والعظمى 15 درجة مئوية المناطق الوسطى أيضا المناطق الوسطى أجواء غائمة جزئيا وزخات رعدية متفرقة من المطر بين الحين والآخر عمان الصغرى 5 والعظمى 12 الصلت 6-13 مأدبة 4-13 أرباح رمية 14-21 الزرقاء 8 إلى 15 درجة مئوية المناطق الجنوبية تتأثر أيضا بحالة من عدم الاستقرار وتبدأ حالة عدم الاستقرار في المناطق الجنوبية أجواء غائمة جزئيا تسقط زخات رعدية من المطر يسحبها البرق والبرد والرعيد خاصة بعد ظهر يوم السبت وعصرا ومساء وليلا وتكون الأجواء غائمة وماطرة بإذن الله العظمى المتوقعة في الكرك 12 والصغرى 6 الطفيل 12 إلى 5 والشوبك 9 إلى 2 العقبة 22 إلى 12 ومعان 14 إلى 3 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة في المناطق الشرقية أجواء غائمة جزئيا مغبرة أحيانا يتدنى مدى الرؤية الأفقية أيضا هناك احتمال لسقوط زخات رعدية من المطر أحيانا ويتكون العظمى في الأزرق 19 والصغرى 8 الصفاوي العظمى 20 والصغرى 6 في الرويشد العظمى 20 والصغرى 8 درجات مئوية أعزائي المشاهدين لكم أجمل تحية من طقس العرب وإلى اللقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو اشتركوا في القناة